بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم نلتقي اليوم مع شرح مختصر لهذه القواعد النحوية رفع جمع التكسير ونصبه رفع جمع التكسير ونصبه تحدثنا قبل ذلك عن رفع المسنى وعن نصبه اليوم نتحدث عن جمع التكسير أولا ما معنى جمع التكسير؟ هو اسم يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين يعني للمذكر أو المؤنث ولكن بتغيير في صورة المفرد المسنى كنا بزيرة ألف ونون أو يأونون على مفرده بدون تغيير مفرده يبقى كما هو إنما في هذا الدرس في هذا الجمع جمع التكسير هذا المفرد يحدث فيه تغيير يتغير فلذلك سمي جمع التكسير كسرنا المفرد وغيرنا فيه وبالتالي له نهايات مختلفة وليس كالمسنى مثلا المسنى ينتهي إما بألف ونون أو يأونون زائدة فقط أما جمع التكسير له نهايات مختلفة ليس له نهاية واحدة فمثلا كلمة صديق جموها أصدقاء لاحظ أن المفرد قد تغير يعني هنا كانت الكلمة تبدأ بصد هنا بدأت بماذا بالهمزة طيب بعد الصد دال تمام وبعد الدال ياء أين ذهبت الياء ليست موجودة هنا طيب بعد الياء قاف ماش هاي زي قاف ولكن زاد بعد القاف ألف وهمزة فتغير شكل المفرد كذلك كلمة مسكين جمعها مساكين لاحظ الميم بعدها السين زاد هنا ألف في المفرد فأصبحت مساكين النهاية أو المهم أن هذا الجمع جمع التكسير يحدث تغيير في صورة مفرده فلا يبقى سالما اللي هو المفرد بل يتغير في حالة الجمع جندي جنود لاحظ هنا زيادة الواو وحزفة الياء طيب فن فنون حديقة حدائق وقت أوقات كل هذا جمع تكسير ومن علامات ومن علامات عراب جمع التكسير إذا جاء في جملة فعلية الضمة والفتحة وأيضا الكسرة متى تكون الضمة في حالة الرفع إذا وقع فاعلا أما الفتحة في حالة النصب إذا وقع مفعولا به وأيضا لدينا الكسرة في حالة الجف جمع التكسير مع هذه الأمثلة تفهم أكثر فاز الأصدقاء وفاز فعل ماض مبني على الفتح من الذي فاز الأصدقاء إذا فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة هذه هي الضمة لماذا؟ لأنه جمع تكسير طبعا أنت ستذكر ذلك السبب في الجميع سبب ماذا؟ سبب هذه العلامة لعلامة الرفع كرم المدير التلاميذ كرم فعل مواض مبني على الفتح الذي كرم هو المدير فهو فاعل فاعل مرفوع على مطرفه الضم طبعا كلمة المدير هنا مفرد إنما الجمع تكسير هي التلاميذ جمع تلميذ التلاميذ مفعول به لماذا؟ لأن المدير هو الذي قرمهم وقع عليهم التكريم طيب التلاميذ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة هذه هي الفتحة لماذا لأنه جمع تكسير فريح الأطفال بقدوم العيد فريحة فعل ماض مبني على الفتح الأطفال هم الذين فريحوا ففاعل مرفوع على مطرفعه الضم لأنه جمع تكسير بقدوم الباحة الفجر وكلمة قدوم اسم مجرور على مطجر الكسر قدوم العيد قدوم النكرة والعيد معرفة فأصبحت مضاف إليه مجرور قرآ أحمد القصص طبع الأطفال جمعه طفل القصص جمعه قصة قرآ فعل ماض مبني على الفتح ولاحظ الهمزة هنا تكتب على الألف هكذا لأنما قبلها مفتوح قرآ أحمد فعل مرفوع وعلامة رفعه الضم القصص مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لماذا؟ لأنه جمع تكسير هاي بعد ذلك نلتقي مع حل هذا النشاط المثال الأول فهمت تلاميذ الدرسة طبعا جمع التكسير هنا هي كلمة التلاميذ نكتبها هنا ما الموقع الإعرابي يعني فاعل ولا مفعول ولا إلى آخره طبعا هي الموقع الإعرابي أنها هاي فاعل 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 مرفوع وعلامة رفعه طبعا علامة الإعراب يعني علامة الرفع أو علامة النصب وهكذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه فاعل مرفوع علامة رفعه الضم فهم التلاميذ هكذا تلاميذ جموية الميذ اشترى أحمد اللعبا طبعا جمع لعبة هذه هي الكلمة كلمة اللعب طبعا بضم اللام هذه الثانية وتشديدها اشترى أحمد أحمد فاعل بإذن اللعب مفعول به مفعول به منصوب علامة النصب اللعبا بإذن الفتحة علامة النصب الفتحة زار السياح المتحفا فكلمة المتحف هي السياح كلمة السياح طبعا جمع جمع تكسير كما نرى زار السياح وهم الذين زاروا فإذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم طيب ما رسى الطفلان طفلان مسنة إنما الأنشطة جمع الأنشطة جمع نشاط مارس الطفلان الطفلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى ونون المثنى مكسور مارس ماذا الأنشطة هذه كلمة جمع إذن مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة كما ترى هكذا الأنشطة إذن هذا هو جمع التكسير اسم يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين ولكن بتغيير يحدث في صورته مفرده وكما نرى له نهايات مختلفة تابع معي لكي تفهم أكثر حل هذه الأنشطة أنشطة هذا على رفع جمع التكسير ونصبه أيضا وفي النهاية شكرا لك على حسن المتابعة والاستماع وأرجو أن تدعم القناة بالإعجاب والاشتراك ومشاركة الفيديو شارك هذا الفيديو اعمل شير على مواقع التواصل وكذلك التعليق أسفل هذا الفيديو شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته